موسيقى موسيقى لمؤتمر المصالح حفظ الصحة فلن مجموعة الموظفين تأكد أن الموظف الجماعي يهتم بالساكنة البيضية من المهد إلى اللحد لكن سنطرقوا نقطة جوهرية ومقسية داخل هذه المجموعة الموظفين يكون من 1200 موظف هذا الـ 1200 موظف موضوعنا رهنا الإشارة دي المجموعة دي المؤسسات العمومية منها الصحة، منها المالية، منها التعليم، منها العادل، منها الشبيبة والرياضة ومجموعة دي المصالح اللي كتخدم الساكنة البيضوية هذا الـ 1200 دائماً كيقصيهم في الساعة الإضافية هنا كان طرح واحد تساؤل درنا مجموعة دي اللقاءات مع الطاقم الإداري والعمدة دي الضار البيضاء كنقول له بأن ننترك عمدة دي الضار البيضاء يعني كيهمك المشاكل العامة دي الضار البيضاء كيهمك التعليم، كيهمك الصحة، كيهمك العادل كيهمك لأنه هو الجوهر علش نتخبك المواطنين وهذ المواطنين حتى هذ الموظفين ره جزء من المواطنين دي الضار البيضاء ولكن علاش كتجي وكتقصي هذ الفئة اللي كتخدم واحد الخدمة جالية للساكنة البيضوية وكانوا في المناطق الأولى ديال جائحة كورونا فهذا في هذا الإطار دائما نحنا كنترحوا واحد تساؤل على رئيس المجلس المدينة اللي ساد باب الحوار جتمعنا معها في هذا الفطرة فهذا الفطرة دياله لمدة أربع سنوات مرة وحدة كشراكاء اجتماعيين لأننا لا نطالبوا بشيء، وأننا نطالبوا باستطبيق القانون والإشراك ديالنا في القرارات اللي كتصدر في حق هذا العامل والموظف ولكن وصلت الحالة داخل الدار البيضاء بأنه كيستفدوا ما يفوق على 930 عامل وموظف من هاد الساعات الإضافية اللي هي آنية لأنه مرتكزونا كيقول لك ودير صدرت واحد المذكرة ديال الوزير الأول ديال الرئيس الحكومة كيقول لك بأننا توقيف الترقية نحنا معا توقيف الترقية ومع القانون هنا كتطرح واحد علامة السيفان من يقرر في الميزانية ديال الموظف؟ هنا يبغينا نعرفه لأن الميزانية ديال الموظف معروفة من أول فتكة تحت الميزانية خصت الجانب الاجتماعي ولا الحقوق ديال الموظف لا الصالير دياله ولا الأجرة دياله كتكون معروفة ومضبوطة مسبقاً ولكن من اللي كتنقش مع الإهضارة ما كيشاركوش المجليس ما كيشاركش المسؤولين ديال الموارد البشرية لأنهما أدراء هما أدرب هاد العامل والموظف رغم كل هادشي حنا كنطلبوا بالحقوق ديالنا كنجيبو لهاد الساعات الإضافية اللي التمن ديالها شحال إلا طرحتي التساؤل دياله مشحال ربعات درهم في الساعة وما كيتحده وش ربعين ساعة كنجمعوها كلها سنوياً اللي كتعطينا ألف وتسعمائة درهم في العام يعني كل شي كيتسنها لأنك كتتعرف العامل والموظف داخل الدار بيضة لقليل فينا عنده جوج كريدية لسد الكريدية هذا هو التساؤل وجابه مثال هاد الفترة اللي الناس في أزمة والناس مأزمة من جميع النواحي وكيقول لك اودي حتى نأخذو الضوء الأخضر من عند وزارة الداخلية لأن هناك سنات لنا مذكرة كتقول لك سيدي ما تصرفش إلا الأجرة وحتى هاد الأجرة كيطرحوهم على علامة السيفة لأنه آخر اللقاء ديالهم كيقول لك من هنا لشهر تسعود ربما وش نلقوا باش نخلصوا الموظف ولا ما نخلصوش هنا كيطرح تساؤل فين غادي هاد الضار بيضة؟ هذا بابي أن المجلس قريب يشريف على النهاية دياله ولو نقطة واحدة كتحط الموظف هذه أربع سنوات إذا رجعتين المحاضر والمجالس والمجالس ديال الجماعة الحضرية ديال الضار بيضة ولو نقطة واحدة كتلقى جدول الأعمال فيه ما يفوق 80-90 نقطة ولكن الموظف هو الحلاقة الأضعف علاش والموظف رغم أن الموظف هو اللي كي يخدم هو اللي كي يقاد هو اللي كي يصاوب وسوف نجيز النقطة من المتحانات الكفاءة المهنية ما هي المتحانات الكفاءة المهنية؟ إطار ما هو الجمس و كمهندس؟ أو طبيب لماذا تذهب و كمسؤول تعرفني القفاءة المهنية întいた هذه المتحانات الكفاءة المهنية وأز score ولو وجه التعليم يعني من ال someplace channel رغم أننا لدينا أطور فوق 300 أو 400 إطار هي التي ستشرف على هذه الانتحانات الكفاءة المهنية كانوا طالبوا من السيد العمدة و من النواب و لن يدخلوا في هذه النقاط إذا كجامعة لا يمكننا أن نصوبوا تلك الكفاءة المهنية الموظفين هنا تطرح واحد علامة استفاهم كبيرة باحتراماتنا الإخوان التعليم و ما نحن كجامعيين يريدون أن نشرفوا لهم على الانتحانات الكفاءة المهنية في هذه السنوات السنة اللي أعطوهم 36 مليون 360 ألف درهم اللي أعطات الجامعة هذا لماذا لا يعطوه للموظفين لماذا لا يعطوه لأطور دينا كان هنا أطور و كان طالبوا بخلق واحد الخالية ديال التكوين المستمر لأنه لدينا كثيرة مريحين و بغين يساهموا و بغين يعطيوا الضلة في هذا الميدان هنا توفر لهم اللوجيستيك والقاعة لكي يكونوا لنا غير هذا الموظف هذا الموظف البسيط لأن هذا الـ 13 ألف كانت تكون هذا العام حاليا هذا العام حاليا اللي رحنا فيه 2020 ستدوز ما يفوق على 6 ألف موظف في جميع الاقتصاصات في جميع الرتاب و 6 ألف ماذا ستطلب لك الجامعة؟ هذا ستطلب لك هذا العام 40 مليون أو 30 مليون لعام الأول هذا ما ستطلب لك؟ ستطلب لك 100 مليون هذا 100 مليون زائدة في ذلك الأطور و زائدة في هذا الناس اللي كينين هنا كان طرحوا تساؤلات كبيرة هنا كان طرحوا تساؤلات كبيرة رغم هذا الشيء كان نعطيه و السيل عمدة واحد الميصاج باش يعجل باش يعجل بالميل في المطلبي ديال الإخوان ديال النظافة هاد الإخوان ديال النظافة عندهم قيصة أخراهما لأنها كانت 1134 كانور هنا الإشارة ديال التدبير المفوض هاد المجلس جاء وكيفكر باش دائما يجيب جانب الشركة دوز هاد الناس رجعهم رجعهم الجامعة الحضارية رجعهم هاد الناس كانوا عندهم كريديات كان عندهم مسائل كبيرة كانوا عندهم مجموعة ديال المشاكل يعني كان طالبوا بسيد العمدة باش يعجل بالميلف المطلبي ديال أفيرضا بالخصوص لأن هاد الناس لأن هاد الناس في الضوء المشكي مع الشركة دياله ومشركة دياله ومقابلة يعني كيبقى غير تأشيرة ديال السيد العمدة ومن هاد المنبر المجلس هاد يجتمع السيما نجاية باش يهيئ الدورة كان طلبوا بجامع أعضاء المكتب باش يدخلوا في هاد الميلف وننتظروا دائما الدول الأخضر من جهات أخرى لماذا؟ لأن الرئيس هو الأمير بالصرف